أبو سعود حبيبي ومني يسمع أعطيني له شوية كذا تعريجات بسيطة علشان نصل لرسالة بعضها اللي حطت أماني في عمي الأولى توسيع النطاق العدسة للأبناء من الصغر خرابهم بالكبر بمعنى أنك تعطيهم كل ما يطلبون لا تجعلهم يحتاجون للناس ولا تبخص عليهم تقتر عليهم لكن أنا قلت مراراً وتكراراً قلت إعطاء الأبن الصغير سواء بنت أو ولد طلباتهم كلها مجابة نهايتها غير سعيدة هذا خرابة هذا خرابة لذلك أطعم ولدك أحسن عذبة الثانية أجيب القصيدة أبو سعود لكن الرسالة الأولى طلبت مني أني أقرأها أني أسمعكم لا أعطنا القصيدة يا أبو عديد أحي خليها تحردسنا شوي طيب أخليها شوي وبعدين أقرأ هي تخص موضوع لي ولك طيب ما يخال وبعدين أقررنا رسالتين وإلى ثلاث وبعدين ننتجل لها على خشم على خشم القصيدة هذه حول الموضوع حقنا وأنا دائما لك مضبوط أنا أكررها أحيانا إذا جالها مجال وحنا ما فايدة الشعر بالمعاناة الحقيقية في مدر هذه الأماكن يعالج يعالج القضايا نعم فهي طبعا قد قلتها أكثر من مرة وفي عدة قنوات لكن تعود الحمامة العشها كل ما جل يا سلام وعزي على الإمام عبيتي آويلة يا سلام سلم ترى خعزومك إنما عاد فيه الحيل ولا عاد له صبر ولا عاد له حيلة يبي مني فض فضلة وكننا نفارق جيل ولا كنبه عربان من صفة وجيل يبي مني فض فضلة وكننا نفارق جيل ولا عاد إلى أربان من صفة وجيل بدل بعد بعد ما بنا بيته على الحب وتساهل تهدّمر يكون البيت ويتم تكفيله دخل بالبيوت مبعث للسعادة والتوصيل وهبت عليهم طام عشر في ليلة يوصل جهاز الشوم الأخبار بالتفصيل ولا تدعيش العلم بص له تفصيل فلا يوجود يوجد دير الحب السيل يا بس عشبها واشجارها من بطا سيلة ويا وجد عيني السعادة وذاك الجيل ويا وجد عيني السعادة وذاك الجيل إذا زالت السمرة تقرب معاملة ودارت قصصهم بينهم ما بها تمثيل وكل اللي همال بسيطهم على العين يا سلام سلم ما تيعود لما الشم الله مستهل ونسلم من قال وقيل ونرضى ما قدرها ربي بتنزيل صح لسانة صح بدل يا خيوانك داخل عنها هالدرة الجميلة الله يرحم والديك جعلك تسلم فعلى رحمة الوالدين ورحمة والديك أبو سعود ومن يسمع وأمك عندي رسالتين قالوا لا والله أني بست حين أقراها لكن قال معك ما أنتقراها لأنه مدح بيها شوية لي وللمجلس لكن